اشتركوا في القناة على مدى عقود من الزمان بقيت العديد من المواقع التراثية والتاريخية والطبيعية في السعودية طي النسيان لتجد مؤخرا سبيلا للكشف والانتشار من خلال اطلاق مواسم السعودية تمتاز هذه المواسم بمراعاة المقاومات الثقافية والسياحية والتاريخية لكل منطقة من مناطق المملكة حيث تشتمل هذه المواسم على حزمة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية وفعاليات الاعمال اضافة الى الخدمات النوعية المساندة من اقامة وتنقل وغيرها بتصميم يسهم في بناء تجربة متكاملة وثرية للزائرين ومخصصة لكل منطقة من المناطق والمدن التي تم اختيارها لإقامة هذه الفعاليات التي صممت خصيصا لتلائم مناطق ومدن المملكة التي تمتلك مقومات ثقافية وسياحية وتاريخية تشمل هذه المواسم في مرحلتها الاولى التجريبية موسم المنطقة الشرقية وموسم جدة وموسم الطائف وموسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلى بالاضافة الى مواسم المناسبات الدينية والوطنية يسعى برنامج مواسم السعودية لتفعيل قطاع السياحة الوطني وتوفير فرص عمل في هذا المجال كما يعد برنامج مواسم السعودية احد البرامج التي تأتي في اطار رفع مستوى جودة الحياة للمواطن السعودي وبناء مجتمعه الحيوي حيث تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من المقومات السياحية الهامة بما في ذلك المناظر الطبيعية الخلابة والثقافة العربية الاصيلة والمواقع التاريخية العريقة والبنى التحتية المتطورة وسيسهم ذلك في زيادة حجم الانفاق في الداخل وتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة ما تمتلكه السعودية في هذه المجالات واسع وثري ويشكل وسيلة لتعريف العالم بجوانب هامة في التاريخ والتراث والطبيعة الخلابة فيها وهي ماضية في استثمار طاقاتها لتعزيز حضورها على خارطة العالم في مجال صناعة الثقافة بأصالة التاريخ والتراث ترجمة نانسي قنقر